بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 5 part 5 designing to resist shear احنا عايزين نقوم الشير فورس اللي موجودة على القطاع اللي عندي however شكل القطاع بيبقى فيه هنا ادي الكروس سيكشن فيه شير معين اللي هو الشير فورس بس مش عايزين ننسى ان الخرصانة اصلا هي مادة كومبزت يعني ايه مادة كومبزت يعني بتتكون من الكونكريت وبتتكون من الستيل يبقى اكيد الريزيستنس هتيجي جزء من الخرصانة وفيه جزء من الستيل علشان كده بنقول الشير سترينس عندي اللي هي الفاي في ان عكبر من او يساوي في يو يعني الكباسي الاكشوال بتاعة القطاع المفروض تبقى اكبر من او يساوي الديماند دي فكرة اللي هي السترينس عموما بتاعة اي سيكشن لازم تبقى اكبر من السترينس اللي هو المقاومة اكبر من الاجهاد وإلا لو حصل العكس يحصل ايه هي الفي يو اللي هي الفاكتورد شير فورس ات سيكشن عند السيكشن لحنا بنعمله ديزاين في شير فورس اسمها في يو في ان النومنال شير سترينس اللي هي السترينس بتاعة القطاع اللي هي المفروض تبقى اكبر من السترينس طب في هنا بتساوي خمسة وتمانين من مية في حالة الشير وده بنسميه السترينس ريداكشن فاكتور ليه بناخد الفاكتوردود علشان يبقى عندنا معامل امان بمعنى لو انا الفي ان عندي بتساوي مية يعني مقاومة القطاع اللي هي النومنال بتساوي مية لا احنا بنفترض ان المقاومة هي عبارة عن خمسة وتمانين من مية في مية الكلام ده بيساوي خمسة وتمانين الكلام ده معناه ان القطاع اكشولي يقدر يقاوم لغاية مية لكن احنا بنفترض ان القطاع يقدر يقاوم الى خمسة وتمانين فقط ليه علشان الخرصانة اللي عندي مادة هيتروجينيوس ممكن تغيير نسب الخلط يغير الشير سترينس بتاعتها او السيكشن اللي عندي الابعاد بتاعته لها الاكشول غير الابعاد اللي احنا شغالين عليها وبنعمل لها حسابات الاسترينس طيب يبقى ازاً الفي ان هي عبارة عن الكمبوننت بتوع الكونكريت و الستير الفي سي اللي هي النومنال شير ريستانت بروفايدد باي كونكريت ان الخرصانة حتساهم بجزء في الاسترينس بتاعت الشير الفي اس اللي هي النومنال شير بروفايدد باي ذا الشير رينفورسمنت اللي عندك اللي هو الاستير ابس الاستير ابس ديت هتشارك في جزء في الاسترينس هو في اس ازاً الكمبوننت هي عبارة عن الفي سي بلاس الفي اس اشتركوا في القناة